اهلا وسهلا لغزالة ديالي حبيبتي وخالتي العزاز مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم قناة هجار بغضاء بغلاج لتعليم طرز الباطب اليد وكذلك التنبات بداية وكيف العادة كمغي نرحب كل المتتبعات الوفيات لكي شهدوا القناة سواء داخل المغرب او لخارج المغرب مرحبا كذلك بكل الاخوات والصديقات اللي انضموا جداد العائلة ديالنا كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال كنتمنى ان القناة تنال اعجابكم وتستفدوا من خلال الدروس المقدمة اخوات المهتمات بتعلم طرز الباطب اليد وكذلك التنبات مرحبا بكم انتم في المكان الصحيح ان شاء الله حبيبتي الفيديو ديال اليوم غيكون متعلق بالطريقة اللي كان نرشمو بها توب ديال موبرى نزولا عند طلب العديد من الاخوات اللي كيتساءلوا علشنو هي الطريقة اللي كان نستعمل عادة باش كنرشم الاتواب ديال الموبرى فاليوم ان شاء الله وبعجالة غدي نشارك معاكم طريقة اللي هي سهلة وامالية واهم شي انها مضمونة يعني رشم ديالنا ما كيتمسحش ما نطوش عليكم بزاف غدي ندوزوا باش نبدو ان شاء الله رشم ديال توب ديالنا لكن قبل فضلا وليس امران منكم اخوات كنتمنى ايلا اجبكم هاد الفيديو استفتو منو فما تبخلوش الي بالضغط على زر الاعجاب جيم لايك وإلا كنتوا اول مرة غتشاهدوا القناة مرحبا بيكم ما تردوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللول الاحمر اشتراك سبسكرايب ابوني وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد على بركة الله غدي نبدو رشم ديالنا اذا حبيبتي على بركة الله كيفما قلت لكم في بداية الفيديو اليوم ان شاء الله غدي نخصو هاد الدرس هاد الطريقة اللي كان نرشمو بها توب ديال المبرة طريقة اللي هي سهلة وبسيطة صراحة عملية يعني ما كتطلبش منا واحد الوقت طويل مضمونة الرشمات دينا ما كتتمسحش وخاص بقاش حال ما بقت العديد من الاخوات كيرشمو مثلا على الفوال الفوال مزيان انا نرشمو عليه باش نخدمو توب ديال المبرة ولكن هو نوعا ما مكلف لانك يلزمنا ان نشري توب ديال الفوال خاصنا نرشمو وفي بعض الاحيان اذا كانوا الاخوات مثلا اول السيدة اللي غدي تخدم ما متمكناش من الطرز اولا من تنبات ديالها بشكل جيد فممكن هاداك الفوال يتحرك من المكان دياله وبالتالي الرشمات ديالنا ما غديناش متقابلة من جوز الجهات يعني كيكون واحد الديكالاج في الخدمة اولا في شكل ديال الرشمة هذا من جهة من جهة اخرى الفوال كيحتاج وقت طويل يعني من بعد ما كان سريو الخدمة لازم انا نسلو هاداك الفوال شعره بشعره فكياخدنا واحد الوقت اطول باش نختاص رحنا الوقت ونربحه يعني واحد المدة ديال الخدمة انا الطريقة اللي كنستعمل واللي سبق لي وشاركتها معاكم عدة مرات كنرشم دائما في الظهر ديال التوب انا هنا رح سبق لي وارشمت غنوريكم الشكل ديال الرشمة كيفاش يكون في الظهر انا هنا ارشم بالبابيكال اولا بالبابيكاربون بطريقة عادية كنستعمل بالنسبة اللون الاسود بابيكاربون في اللون الابيض الطريقة المعتادة اللي كنرشم بها دائما يعني كنوضع توب ديالي على سطح العمل غير هو كنوضعه في الظهر يعني هنا هذا الوجه ديال التوب اللي كيكون عندنا مشاعر بالنسبة للمبرة وهذا الظهر كنوضع توب ديالنا على سطح العمل كنوضع البابيكاربون والرشمة اللي غادي نخدم بيها انا الرشمة اللي خدمت بيها ان شاء الله هي هادي ان شاء الله من بعد غادي نشارك معاكم الشكل النهائي ديالها فكنوضع توب ديالي على سطح العمل البابيكاربون الرشمة وكانت راصي بشكل عادي هادي بالنسبة للمرحلة اللولى المرحلة الثانية باش هاد الرشمة تبالينا في الوجه فكنستعملوا بلونكو كين الاخوات اللي غايقولوا لي لا ربما بلونكو ما غاديش يزولنا مع التصبين ربما غادي نغلطو اهم حاجة اخواتي لبغيتو ترشموا بلونكو قبل ما ترشموا بلونكو تأكدوا ان الرشمة ديالكم صحيحة يعني انكم وضعتوها بشكل صحيح ما فيها حتى غلط عاد بدو تتراصي بلونكو كين البعض اللي كيفضل انه يدوز الرشمة ديالو بليبراو الخيط يعني متلا كناخد هاد الرشمه هادي وكمقوا كندوزو ببراو الخيط هاداتو باسود نقدر نستعملو له متلا الخيط في الول الابيض باش كيبنى هاداك الخيط في الوجه وكنخدمو عليه طريقة حتى هي كتاخد شويش ديال الوقت فاحنا كنحاولو نقلبو دائما الى الحاجة السهلة والحاجة اللي هي سريعة وفن نفس الوقت تكون مضمون اذا هادو كانوا بعض النصائح هادي نوريكم الطريقة اللي كان نخرج بها الرشمه ديالي غادي نوضع واحد الورقة بيضا متلا الى سطح الاعمال غير باش هادك البلونكو ما يتطبعش ليه لكنت كان خدم على طبلة او لعلى شي حاجة اذا كانت من شاء الله الصورة تكون واضحة لكم كما تلاحظوا هنا الرشمه ديالي هي عندي مرشومة في الظهر انا هنا هادجيها راح سبق ليه وقاودت ليها بلونكو هنا هادجيها مازال كما تشوفوا الوجه ديال التوب كنصرح التوب ديالي مزيان غادي ناخد البلونكو وبحالة كان عاود الرشمه المرة الثانية يعني كان بدا من طراثي ولو يبليكم اخوات ان البلونكو مثلا يخرج بزاف ما تخافوش لانه راح في الوجه ستتعاصل لنا غير الخط اذا اخفتوا انه يطبع لكم بزاف فحاولوا انكم ما تديروش خط متعاصل حاولوا انكم تديرو غير النوقات فحاولوا ان نقرب لكم الصورة اذا ستتعاصل بهذه الطريقة نقرب لكم نقرب لكم نقرب لكم انتم لاحظوا معي هدف حالة ما اخوات انكم تبركوا على بلونكو بزاف ويخرج لكم في الظهر ديال توب او لعفوان في الوجه ستعاصل فقدروا على شكل نوقات كما قلت لكم الطريقة سهلة مصعبة وفي نفس الوقت طريقة هي سريعة ومضمونة غير حاجة واحدة قبل ما تبدأوا تتراصل تأكدوا انكم غالطين اذا نستمر بهذه الطريقة اذا اذا نستمر بهذه الطريقة اذا كما تلاحظوا كما تلاحظوا بهذه الطريقة اذا 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 تلاحظوا الرشمة تكون مطبوعة بشكل جيد ما كنخافش نهائيا انها تتمسح انتم عارفين اننا فبسهولة تتتمسح لانه التوب اللي هو مشعر فاش كان خدموا بالبلونكو ما كنخافوش نهائيا بالنفس الطريقة حبيبتي اذا 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 كما ان شاء الله الرشمة ديالي كانتمنى هاد الفيديو يكون للاعجابكم كانتمنى انكم تكونوا استفتوا منه والنصائح اللي قدمت لكم ولو انها نصائح اللي هي بسيطة لكن كنحاول ما امكن انني نشارك معكم اي شيء كنقوم به ان شاء الله بالنسبة للموديل ديال هاد القفطان غادي نطبقوه بالتنبات للأسف اخوات ربما غادي يكون واحد التغيير في الطريقة الالقاء ديال الفيديوهات يعني ربما غايتعذر علي انني نبقى نشارك معكم تطبيق من البداية حتى للنهاية لكن الشيء اللي غادي نواعدكم به انه اي موديل خدمتو ان شاء الله فغادي نشارك معكم المراحل الاولى دياله والشكل النهائي يعني من بعد ما نكملوه بالخدمة غادي نشارك معكم الشكل النهائي للموديل كامل كانت هاد هي الرشمة ديال الكميمات الموديل دياله ان شاء الله غادي تطبق بالتنبات غادي نخدموه بالعقيق سانيدا هادي فرصة انني نشارك معكم العقيق سانيدا بنسبة الاخوات اللي كي سولوني الى العقيق اللي كنخدم به هادتان شنو هي الماركة اللي مزيانة فانا دائما كنخدم بالماتسونو او لا الامجابي هو هذا يعني نفس الماركة اللي كنخدموه بها في العقيق مهرس هي الماركة اللي كنخدم بها في العقيق سانيدا وكيف مواتكم مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو في محال ديال العقيق او المحال اللي كي يهتم بالبيع ديال العقيق والموزونة باش نشارك معكم الاشكال دي دارجين لبعه حاليا نعطيكم فكرة على الاتمينة وايضا الى الكاليتي الموديل ديالنا صراحة المازالة حيرا ما عرفتش باش غادي نخدموه ووش نكتافي فقط بالارجونتي والدوغي او لندخل حتى البرونز كنت منها تعطيوني الرأي ديالكم في التعليقات غادي نقرأهم بكل فرح وصرر اي تساؤل اي استفسار اي حاجة ما واضحاش ما تترضوش انكم تخليوا هالي انا راه لاشارة اذا الغزرات ديالي شكرا لكم على المتابعة شكرا لبدعموا التشجيع الى المتقع ان شاء الله منع فيديو اخر ودرس اخر دمتم في امان الله والسلام عليكم لكن قبل ما تخرجوا ما تبخلوش عليها بالضغط على زر الاعجاب اشتركوا لايك وإلا كنتوا اول مرة غالتشاهدوا القناة مرحبا بيكم لا تترضوش انكم اضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللو الاحمر اشتراك سبسكرايب ابنيو كذلك فعل الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد الاخوات اللي فيما يوصلوهم مش الجديد ديالفيديوهات او الاشعارات معليكم الا تحذفوا الاشتراك ديالكم وتعودوا تشاركو من جديد هكا غايبقوا يوصلكم الاشعارات بكل فيديو جديد ان شاء الله نزلتو. اذا لغزالات ديالي دمتوا في امان الله. السلام عليكم.